اشتركوا في القناة إلا لعبد كان ينظر إلى بلاد الأفراح جنات النعيم هذه الدار ما صفت لخير الورى ولا لخير من وطئ الثرى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار سال دمه وسال دمعه وفاضت عبرته وشج رأسه وكسرت رباعيته وجاع فيها ولحقه الهم والدين وعذب أصحابه وهم على جذوع الشجر وما كان ينادي بعضهم إلا برسائل الفرح التي تعقب الصبر ولذا قال لآل ياسر صبراً إن موعدكم الجنة هذه الدار أيها الأحباب من لم يفهم حكمة الله جل وعلا يوم أن خلقها ويوم أن قدر أقدارها وقدر أوقواتها وأخبرنا أننا إليه راجعون وأننا سنرد إلى الله مولانا الحق جل وعلا من لم يفهم السر لوجوده فوق الأرض فما أطول أحزانه أحزانه طوال ودموعه والله لا تتوقف وقلبه مكلوم وكبده متفتتة إلا ذاك الذي علم أن الله خلق هذه الدار لتكون سجناً للعباد ولذلك عز أحد الصالحين أخاً له قد مات ابنه قال ابنك أخرج من السجن إلى جنات النعيم آيغضب عبد أخرج فلذة كبده من السجن احزن على نفسك يا من لازلت في سجن الحياة أما من رد إلى الله فإنما قابل الحق جل وعلا وربي جل وعلا خلف من كل مصيبة والله عزاء لكل قلب مكلوم الله من كان معه وحفظه لا يضره ولو رحلت الدنيا عنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر